اطلقت تهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية الدراسة السنوية الثانية لقياس رضا العملاء حول نوعية المعلومات والقنوات المدرجة ضمن نطاق خدمات الحكومة الالكترونية للعام 2021 تفعيل هذا الاستبيان الالكتروني المتكامل يهدف الى بيان اهمية الاستماع والتواصل الايجابي والمستمر مع الجمهور والاخذ بملاحظاتهم بشكل حرفي للعمل على تحسين وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية بعدما خلصت النتائج التي افرزتها ست دراسات ميدانية وحتى الالكترونية منها طوال الاثنتين عشرة سنة الماضية التزاما بالاجراءات الاحترازية وتحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي والتي نفذتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية للمرة الاولى في عام 2020 وضمن قاعدة البيانات المتاحة لديها الى جانب قنوات التواصل الاجتماعي والمتعلقة بقياس رضا العملاء من شتى القطاعات حول نوعية الخدمات المدرجة في قنوات الحكومة الالكترونية تم الافصاح عن تفاصيل الاستبانة الالكترونية السنوية الجديدة بنسختها الثانية والتي اطلقتها هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية لقياس رضا العملاء وحقيقة انطباعاتهم وابداء ملاحظاتهم بشفافية وموضوعية حول معلومات وقنوات وخدمات الحكومة الالكترونية لمعرفة مدى تأثيرها واستجابتها لرغبات المتعاملين وذلك يعكس حرص الهيئة واهتمامها بالاستماع والتواصل الإيجابي والمستمر مع الجمهور والأخذ بآرائهم حرفيا من أجل تحسين وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية وما قد ينتج عن الكم الهائل لاستطلاعات الرأي التي سيبديها الممثلون عن قطاع الأفراد والحكومة والأعمال وملئها في الاستبيان الالكتروني المتكامل الذي قامت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بتوفيره عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية وقنوات الهيئة الالكترونية الأخرى سيكون في حدود مرمى المختصين في الهيئة الذين سيعملون على دراسة جميع تلك الآراء والسعي نحو تنفيذها تحقيقا لرغبات المشاركين وتنفيذا لتطلعاتهم القائمون على هذه الدراسة الالكترونية يسعون جاهدين من خلالها إلى محاكاة الخطوط العريضة والرئيسية لاستراتيجية الحكومة الالكترونية في مملكة البحرين بهدف ضمان حصول المواطنين والمقيمين على أفضل تجربة مستخدم فهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تمضي ومن نافذة علاقات التعاون والشراكة التي تربطها مع الجهات الحكومية كافة إلى تطوير وتحديث مختلف التطبيقات الالكترونية المقدمة للجمهور مع التزامها التام بالتواصل المباشر مع العملاء والتعامل بجدية مع كل ما يقدمونه من آراء وملاحظات هذه الاستبانة الالكترونية وفي حلتها الثانية ستقوم بالاستفادة من التجربة السابقة ومقارنة النتائج التي تم استخلاصها من معطيات وحقائق كانت قد أفصحت عنها الدراسة الأولى وذلك من أجل مواكبة التحول الرقمي السريع الذي تشهده الأنظمة الحكومية حيث ستتيح للعملاء لتقديم استرساراتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل أو من خلال تطبيق تواصل والذي يمكن الحصول عليه وتحميله عبر زيارة متجر تطبيقات الحكومة الالكترونية أو من خلال الاتصال المباشر بمركز اتصال الخدمات الحكومية إلى جانب إمكانية الاستعانة بالمتصوق السري للتأكد من سهولة استخدام الخدمات على جميع القنوات الالكترونية وقياس جودة الرد على اتصالات العملاء بمركز اتصالات الخدمات الحكومية ومتابعة إتمام المعاملات بمراكز خدمات بطاقة الهوية التابعة لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر